اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما مغزى هذا التوسيع وهل اكتمل البناء الاوروبي ام ان حدود اوروبا ما تزال غامضة معي لمناقشة هذه الاسئلة وغيرها السادة ناصر جبارة الصحفي المتخصص في شؤون اوروبا الشرقية كما ارحب بعامر المساوي الصحفي والمحلل السياسي المتابع للقضايا الاوروبية ايضا وارحب ايضا باشتفان بوخنا الصحفي في القناة الالمانية الاولى اهلا بكم جميعا ضيوفا اعزاء ابدأ معك اشتفان بعد مرور عشر سنوات على توسيع الاتحاد الاوروبي كيف تبدو الان صورة هذا الاتحاد طيب الوضع الراهن هو يعني نتابعه في ظل الازمة في يوكراين ولكن عندما نغض النظر عن الازمة الراهنة فطبعا اعتقد باننا علينا ان نعتبر هذا التوسيع للاتحاد الاوروبي شرقا كنجاح كبير يعني طبعا الوضع السياسي والاقتصادي من دولة الى دولة في شرق اوروبا تختلف يعني الوضع في بولونيا احسن من الوضع في هنغاريا مثلا يعني قبرص تعاني من مشاكل اقتصادية مالية تشبه المشاكل في اليونان فيوجد يعني طبعا اوضاع مختلفة لكن في الاجمال علينا ان نقول بان هذا التوسيع نجاح كبير ولكن الان يعني نشاهد الازمة في يوكراين وهذه الازمة تطرح السؤال ما يعني على الاتحاد الاوروبي ان يفكر بموضوع الحد اين الحد الاقصى للاتحاد الاوروبي اين الحد لهذه الحركة التوسعية يعني اين الحدود بالضبط فعندما ندخل في تفاصيل الازمة في يوكراين فعلينا ان نشير الى اخطاء يعني ارتكبها الاتحاد الاوروبي بالنسبة لسياسة يوكراين يعني اتجا اوكراين في الاشهر السابقة يعني اقول بان الاتحاد الاوروبي يعني هو لقي الطمع يعني هو اكتشف الطمع ولم يقدر على وضع حد في المرحلة المزبوطة لهذا الطمع يعني هنا طبعا مطروحة مسألة الروابط والعلاقات مع الروسيا يعني تنافس مع الروسيا والخطأ العظيم الذي ارتكبه الاتحاد الاوروبي اشتفان لو سمحت الى هذه النقطة علاقة الاتحاد الاوروبي مع الروسيا في سياق هذه الحلقة ولكن اريد ان ابقى في اطار التقييم لما تم انجازه خلال العشر سنوات الماضية بعد المرحلة الكبرى من التوسع الاوروبي في اتجاه الشرق ناصر كيف يمكن تقييم هذه الخطوة التوسع نحو الشرق من الناحيتين السياسية والاقتصادية اعتقد ان تقييم هذه الخطوة يتطلب من الوقوف على المخاوف والامال على الجانبين المخاوف على الجانب الشرقي من هجرة العمال المؤهلة قبل عشر سنوات المخاوف من ان تغزوا البضاعة الغربية الرخيصة والبضاعة الغربية بشكل عام لهذه الاسواق الضعيفة اقتصاديا ولكن المخاوف ايضا على الجانب الغربي من ناحية موجات الهجرة نحن كنا نتذكر جميعنا قبل عشر سنوات او اكثر كيف كانت اصحاب القرار في المانيا وحتى الاعلام الالماني يهول من هذه الظاهرة انه امام موجات كبيرة من العمالة من هذه الدول الى اوروبا ولكن ايضا كان هناك مخاوف في الاتحاد الاوروبي من هذا العدد الكبير نحن نتحدث عن تقريبا 75 مليون نسمة اضافة الاتحاد الاوروبي في اكبر توسع له في تاريخه التحدث على المخاوف ايضا التحدث على الامال الامال كانت كبيرة سواء في الغرب او سواء في الشرق في الشرق كانت الامال بانتعاش الاقتصاد زيادة دخل الفرد الحرية التنقل ايضا هذه مهمة جدا ولكن الامال ايضا في الاتحاد الاوروبي كانت تتلخص في ان هذه الاقتصادات ان هذا العدد الكبير من الناس سيمنح الاقتصاد قوة وديناميكية كبيرة الوقوف على هذه المخاوف وعلى هذه الامال في الجانبين يقودنا الى القول ان هذا الانضمام او هذا التوسع كان في معظمه ايجابيا هذا لا يعني عدم وجود اخفاقات فدول الشرق مثلا تعاني من هجرة العمالة المؤهلة الطبيب البولندي الذي يعمل في بولندا لا يحتاج الا الى قطع الحدود الالمانية لكي يعمل في مستشفى الماني ويستطيع في نهاية الاسبوع ان يلتحق باهلي ان يرجع الى الاهلي والعمل وهو يتقاضى في المستشفى الالماني اكثر من المستشفى البولندي اكثر من بلده جميع هذا يعني يمكن انا تقييمي لهذا الانضمام لهذا التوسع ايجابي في معظمه على الرغم من وجود اخفاقات كبيرة يجب التطرق اليها سنتقرق اليها سنعود الى الموضوع الاقتصادي ايضا ولكن على المستوى السياسي عامر هل اصبحت اوروبا او الاتحاد الاوروبي الاسرة الاوروبية هي الضامن الاوحد للسلم على مستوى القارة الاوروبية احمد لو تابعنا مسيرة انضمام الدول العشرة التي انضمت قبل عشر سنوات الى الاتحاد الاوروبي لا رأينا ان معظم هذه الدول قد انضمت اولا الى حلف الناتو قبل اربع او خمس سنوات عام 1999 انضمت على سبيل المثال بولندا وشيكيا الى الناتو الناتو كان فاعلا في عملية دعم الاستقرار الذي استكمل بعد دخول هذه الدول الى الاتحاد الاوروبي اي ان عملية الاستقرار جاءت من باب امني مدعوم من ضمن منظمة امنية لها مصداقية لدى هذه الدول وجانب اقتصادي عززه الاتحاد الاوروبي باستقرار اقتصادي مدعوم برفاهية لمواطني هذه الدول لا ننسى ان اليوم وتعقيما على كلام ناصر الطبيب البولندي الذي تتحدث عنه يا ناصر كان يقبض راتب اقل من اليوم من نسبة 50% لقد تصاعد مستوى الرواتب في بولندا طبعا هناك بعض الاطباء يذهبون الى بريطانيا والى المانيا يعملون لكن اريد ان اقول هناك نسبة نمو اقتصادي كبيرة في هذه الدول بولندا لديها 5% نمو اقتصادي سنوي وهذا يؤدي والموظف في بولندا يقبض راتبا بحدود 65% لمثيله في دول الاتحاد الاوروبي انها معادلة ناجحة بغض النظر عن الاخفاقات بغض النظر عن الانتقائية في اختيار هذه الدول لانضمها الى الاتحاد الاوروبي هناك انتقائية ويمكن ان نتحدث على سبيل المثال تركيا والبوسنة والهرسك وانضمامها لا توجد انضمام لا توجد محادثات لهذه الدول لكي تنضم الى الاتحاد الاوروبي بمجمل العملية يجب علينا ان نعترف بان النجاح الذي حققه الاتحاد الاوروبي بخطوته هذه كان نجاحا جيدا جدا اذ جلب استقرارا سياسيا واقتصاديا الى هذه الدول نعم اثرت نقطة مهمة وهو ان بعض دول الاتحاد الاوروبي انضمت اولا الى حلف الناتو وبعدها الى الاتحاد الاوروبي كتشيكيا وبولندا والمجر في 1999 قبل انضمامها الى الاتحاد الاوروبي في 2004 هل هناك تنسيق بين الاطلسي بين حلف شمال الاطلسي وبين المفوضية الاوروبية فيما يتعلق بعملية التوسع نحو الشرق هل يمكن الحديث عن استراتيجية مشتركة التنسيق لا اعرف ولكن انا اقول بان توسع الحلف الاطلسي شرقا وايضا توسع الاتحاد الاوروبي شرقا جانبين لنفس العملة طرفين لنفس العملة يعني الغرب يريد ان يحصل ثمرات النصر على الاتحاد السوفيتي يعني النصر طبعا لم يكن نصرا عسكريا هو كان نصرا سياسيا انهار الاتحاد السوفيتي وهذا ادى الى تراجع روسيا الى الوراء الى الشرق ويعني الغرب يريد ان يحصل ثمرات هذا النصر وهذا تمثل في توسع النيتو وايضا في توسع الاتحاد الاوروبي الان الى اين الى اين وهنا يعني نصل الى ازمة يوكراين كانت حرب قبل خمسة سنوات في جورجستان عندما يعني على نفس المسألة يعني كيف يتصرف الحلف الاطلسي والاتحاد الاوروبي تجاه الدول او الاقاليم التي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي هنا فرق شاسع يعني اوروبا شرقية يعني دول مثل بولندا وسلواكيا وتشيكيا هي كانت تابعة او خاضعة لدائرة النفوذ السوفيتي ولكن هي لم تكن تابعة للاتحاد السوفيتي نفسها ولكن يوكراين كانت تابعة للاتحاد السوفيتي جزء لا يتجزع عن هذه الدولة وعندما الحلف الاطلسي وايضا الاتحاد الاوروبي يعني ينال قطعة من هذه الارض او تحاول ان تنال هذا يغير بوتين هذا يغير الحكومة في موسكو وهذا يؤدي الى ازمة وانا اتهم الاتحاد الاوروبي وايضا الحلف الاطلسي يعني على انهم مش وعيان مش وعيين بقدرة ضرورة للحساسيات الروسية بهذا الموضوع يوكراين كان جزء لا يتجزع عن روسيا عن الاتحاد السوفيتي وعندما ننتفع من ثمرات النصر فدائما علينا نتساءل الى اي حد تحقيما على كلام اشتفى لقد سجل الاتحاد الاوروبي نقطة نجاح عندما توسع شرقا عندما ضم استونيا واللاتفيا ودول البلطيق الثلاث هناك اقليات روسية تتحدث الروسية هم روس لكنهم قاطنين في هذه الدول لقد منح الاتحاد الاوروبي وبموجب الاتفاقية جوازات سفر اوروبية بين قوسين الى هؤلاء المواطنين لو ذهبت وسألت هؤلاء المواطنين هل تريدون استبدال جواز سفركم الاوروبي بجواز سفر روسي اعتقد ان الاجابة ستكون واضحة الاتحاد الاوروبي سجل نجاحا بانه كان جذابا لمواطني هذه الدول طبعا الظروف الاتحاد ظروف روسيا في 2004 تختلف عن ظروف روسيا يومنا هذا لذلك الروس لم يستطيعوا آنذاك القيام بفعل ما تجاه عملية التوسع لكنهم يقومون اليوم بفعل والأخبار والصحف مليئة برد الفعل الروسي رد فعل بوتين أنهم يحسون بثقة أعلى لكن لو رأيت الرجل الشارع الاعتيادي وسألته بمن تثق سيكون الرد عادة أن الاتحاد الأوروبي هو ضمانة الاستقلالية وضمانة استقرارية هذه الدول من الناحيتين الاقتصادية والسياسية أردت أن أبقي الموضوع الأوكراني إلى المحور الثاني في هذا النقاش لكنكم استعجلتم الحديث عنه وسألقى في الموضوع الأوكراني هل يمكن القول بناء على ما تفضل به عامر واشتفان بأن الاتحاد الأوروبي لم يعد مغريا كما كان قبل عشر سنوات بالنسبة لسكان المناطق الشرقية في أوروبا والانقسام في أوكرانيا يدل على ذلك هناك توجه في المناطق الشرقية الأوكرانية نحو روسيا الناس هناك لا يريدون التوجه نحو أوروبا وفي الغرب الأوكراني العكس هل تنامي النفوذ الروسي هو السبب؟ هل القومية الروسية هي السبب؟ أم أن الاتحاد الأوروبي فقد بريقة؟ ما يحدث في أوكرانيا هو قرار سياسي ليس قراراً ليس موضوعاً اقتصادياً لا علاقة للاقتصاد فيما يحدث في أوكرانيا رجوعاً إلى سؤالك هل فقد لاتحاد الأوروبي جاذبيت؟ لا الاتحاد الأوروبي لما يفق الجاذبيت أنا أرجع إلى كلام سيد عامل وأقول إذا سألت أي الأجيال الشابة في جميع الدول ليس فقط في دول الأوروبا الشرقية التي انضمت حديثاً الاتحاد الأوروبي أعضي في روسيا وفي أوكرانيا وبيلاروسيا إلى أين يقولون إلى أوروبا؟ بالتحديد هذا جواب منطقي هذا صحيح الاتحاد الأوروبي لم يفقد جاذبيته ربما الأزمة المالية التي يمر بها الاتحاد الأوروبي حاليا ولكن أيضا اعتماد العملة الأوروبية الموحدة اليورو في قبل عشر سنوات أفقد هذا الاتحاد أفقد هذه الفكرة الأوروبية الوحدة الأوروبية بعضا من جاذبيتها ولكن الاتحاد الأوروبي يبقى جذابا لهؤلاء الناس لهذه الدول ولغير هذه الدول لكل الدول تقع شرقا ولدول كثيرة لم يفقد جاذبيته ولكن أعتقد أن اعتماد اليورو الذي جاء مصحوبا بمشاكل اقتصادية كثيرة مالية أيضا ولكن أيضا الأزمة المالية التي بدأت في عام 2008 في الولايات المتحدة وانتقلت في عام 2009 إلى الاتحاد الأوروبي وتحديدا إلى اليونان وجنوب أوروبا هذه الأزمة المالية خلقت عند الناس بعض الخوف من الاتحاد من الاتحاق بالاتحاد الأوروبي أما أن يكون الاتحاد الأوروبي قد فقد جاذبيته لا أعتقد ذلك لكن هذه الرفاهية الاقتصادية التي تحققت مع الاتحاد الأوروبي لم تستطع وأدى تصاعد أو الأفكار اليمينية المتطرفة في العديد من الدول الأوروبية فرنسا نجد حزب لوبين في نموء أو يعزز نفوده باستمرار في المجر التيار القومي أيضا أصبح له نفود كبير في المحافلة السياسية كيف تدر إلى هذا الأمر؟ أنت تتحدث عن الشعبوية ما يصطلح عليه في العربية شعبوية في اللغات الأجنبية الأخرى وتحديدا بالإنجليز يسمى وهو الوجه الآخر لليمين المتطرف الشعبوية لا مشكلة لدي أو مع أصحاب القرار في كل أوروبا مع الشعبوية إن لم تنزل لك نحو العنصرية ونحو التطرف اليميني الحركات الشعبوية ليست قديمة الحركات الشعبوية المجر منح لثلاثة ملايين ونصف المليون شخص من أصل المجري في سلوفينيا وسلوفاكيا وبرغاريا ورومانيا عدرا بطاقة البطاقة المجرية يعني هناك صراع بين المجر وهذه الدول الثلاث بشأن مواطنين ذوي أصول مجرية بعد الاقتطاعات من الأراضي المجرية التي أعقبت عام 1920 أرجع إلى هذا المصطلح ولو بشكل مختصر وأخف على الجانب التاريخي له في الولايات المتحدة سواء في الولايات المتحدة أو في أوروبا الغربية أو في أوروبا الشرقية جذوره في الولايات المتحدة وأيضا في روسيا في روسيا القيصرية ما سمي أنا ذاك بنارودنيكي أي حزب الشعب إذن لهذه الحركة التي تجنح في الوقت الحاضر أو تنزلك نحو العنصرية جذور وتحديدا بين الفلاحين لا أحد يستطيع أن ينكر أن هذه الحركات الشعبوية تتطور نحو العنصرية وتحديدا بدأت في بولندا ثم انتقلت إلى هنغاريا ومن ثم انتقلت إلى رومانيا وبولغاريا الاستثناء الوحيد بالمناسبة هي دول بحر البلطيق لاتفيا وليتوانيا وإستونيا لا يوجد فيها مثل هذه الحركات يعني فيكتور أوربان الذي جدد لولاياته الآن في عام 2014 وليس أكثر من سياسي يميني شعبوي يحلم بالمجر الكبيرة التي تقع الزاهة الآن في الدول المجاورة هذه مشكلة حقيقية ولكن أنا لا أعتقد أن لهذه الحركات سواء في أوروبا الشرقية أو سوف في أوروبا الغربية مستقبل هذه الحركات تعتمد في خطابها على الجانب العاطفي على الأحسيس على دغدغة مشاعر الناس على القول من هو المذنب في مشاكلكم الاقتصادية في الوقت الحاضر هي النخبة السياسية فلنتمرد عليها ولكن لا مستقبل تريد أن تقول بأن الوحدة الأوروبية هي ضامن أيضا لعدم عودة التيارات اليمينية المتطرفة أو التيارات الشعبوية التي تكون مقدمة للتيارات اليمينية هل يمكن القول بهذا الشأن بأن هذه التيارات لا مستقبل لها ضمن الاتحاد الأوروبي طبعا لديها مستقبل نحن نقترب الآن من الانتخابات للبرلمان الأوروبي بعد تقريبا شهر من هذا اليوم فالحركات والأحزاب اليمينية المتطرفة العنصرية قد تحقق نجاحا في هذه الانتخابات فهنا علينا أن نفرق بين السياسة الداخلية الأوروبية يعني علو هذه الأحزاب والحركات في الأواني الأخيرة تعود إلى الأزمة الاجتماعية الاقتصادية داخل بعض البلدان الأوروبية في ألمانيا هذه الأزمة مش موجودة بهذا المعنى ولكن في فرنسا أو في دولة مثل إيطاليا هي موجودة في هولندا عندك قائد كاريزماتي جذاب لحركة عنصرية ونجاحه يعود إلى شخصيته يعني في ألمانيا لا يوجد مثل هذه الشخصية لحسن الحظ إذا جاز القول فهذه الحركات بالإجمال تحاول أن تستغل الاستقطاب الاجتماعي الاتصادي الموجود في الدول الأوروبية يعني في طبقة مهمشة نوعا ما في بعض المجتمعات الأوروبية وهذه الحركات تستغل تمايلا موجودا في المجتمعات المختلفة نحو العنصرية نحو الكراهية تجاه الآخر وتحاول أن تحقق نجاحا سياسيا على هذا الأساس هذا موجود هذا ضمن النقاش السياسي الداخلي ولكن علينا أن نميز بين هذا النقاش وبين العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي وهنا أهم المسائل اليوم كما كان قبل عشر سنوات عندما توسع الاتحاد نحو الشرق هي العلاقات مع روسيا من الواضح أن روسيا لن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي أبدا مع أن روسيا وموسكو ثقافيا يجوز القول أنهم جزء لا يتجزع عن الثقافة الأوروبية ولكن سياسيا من سيستوعب الآخر؟ هل روسيا ستستوعب الاتحاد الأوروبي أم العكس؟ هذا شيء غير واقعي روسيا من الناحية السياسية لن تنضم أبدا فهنا الاتحاد الأوروبي عليه أن يحدد ما هي العلاقات الخارجية نحو روسيا قبل كل شيء وبعد ذلك علينا أن نحدد السياسة نحو دول مثل يوكرين ودائما علينا أن نتساءل كيف ضم يوكرين أو اقترابها للاتحاد الأوروبي سياسيا قد يغري أصحاب القرار في موسكو ويؤثر سلبا على علاقاتنا مع موسكو طيب اشتيفان أريد أن أسألك في هذا الإطار في نظرك لماذا يسعى الاتحاد الأوروبي لأن تصبح حدوده الكاملة مع روسيا في اتجاه الشرق بضم أوكرانيا أليست في حسابات السياسيين الأوروبيين كل هذه الحساسيات مع روسيا؟ لماذا هناك سعي لضم أوكرانيا؟ نعم أنا قلت برأي السياسيون الأوروبيون أيضا في الحكومة الألمانية يتكلمون قد يتكلمون عن الوعي التاريخي وعن التاريخ وعن الحرب العالمية الثانية والأولى الآن يعني إحنا مئة سنة بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى نذكر هذا التاريخ ولكن أنا أتهم أصحاب القرار في ألمانيا أيضا وفي الدول الأوروبية غربية أخرى بأن هذا الوعي السياسي هو وعي سطحي يعني سطحي يعني زيادة عن اللزوم هل هو وعي سطحي أم أن الاستراتيجية الأمريكية دور في هذا الموضوع؟ لا لأننا نوهم أنفسنا بأننا عندنا النظام السياسي المضبوط يعني نحترم حقوق الإنسان وحققنا الديمقراطية وبوتين هو ديكتاتور وهو يعني ظالم ولا يحترم حقوق الإنسان وعنده نزوح توسعي وهو يتصرف حتى مثل هتلر يعني أنا سمعت هذا الكلام هناك مقارنة بوتين بهتلر صحيح؟ نعم 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 فصحيح أنا أقول ممكن أن نفتخر بإنجازاتنا السياسية الداخلية بالديمقراطية كأوروبيين نعم ولكن في العلاقات مع الدول الأخرى وخاصة مع روسيا فعلينا يعني أن نتحذر من يعني الاستئل الكبرياء ويعني أنه إحنا نقول عن الحق وإحنا أفضل وعنت ما عندكش الحق يعني هنا يعني نتكلم عن دوائر النفوذ السياسي الذي ترتبط أيضا مع الأرض يعني في بعض الأحيان أنت تسمع اليوم يعني في النقاش السياسي بأن الأوروبيون يستخفون أو حتى الأمريكان يستخفون بالأرض وبالتفكير بمصطلحات مثل دائرة النفوذ مناطق النفوذ يعني يقال بأن هذه المصطلحات تابعة للقارن التاسع عشر أو بداية القارن العشرين وأنا أقول هذا وهم هذه المصطلحات عندها معنى حقيقي اليوم أيضا والاتحاد الأوروبي أيضا يفكر بهذه المصطلحات ولكن يتهم بوتين بأنه هو فقط يعني يفكر بهذه المصطلحات وهذا كذب وهذا النوع من يعني الإحتيال السياسي في النقاش وللأسف الشديد المجتمعات الأوروبية يعني تهم أنفسها نفسها يعني نفسها بهذا التفكير الخاطئ وهذا يؤدي لمشاكل نعم تريد أن تقول بأن المصالح الجيو استراتيجية هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي في اتجاه التوسع وما إلى ذلك وهذه المصطلحات ما زالت جزء لا يتجزأ من السلوك السياسي العالمي بصفة عامة أريد أن أعود إلى نقطة أثرتها مع شتيفان هل هناك عدم نج لدى بعض السياسيين الأوروبيين في طريقة التعامل مع دول محادية مع أوكرانيا تحديدا أم أن للأمريكان دور في دفع الأوروبيين في هذا الاتجاه والسعي لتوقيع شاركة مع كيف أحمد دعني أذكرك بموقف قاله وزير الدفاع الأمريكي رامسفيلد عندما تحدى الأوروبيين من دول أوروبا القديمة ألمانيا وفرنسا إدبان حربهم على العراق قال أن موقف هذه الدول لا يعني شيئا فأوروبا القديمة سمها هكذا العجوز مضى عليها الوقت ونحن نتحدث عن أوروبا جديدة وكان يقصد بذلك دول أوروبا الشرقية طبعا أحمد الأمريكان يدفعون بهذا الاتجاه وهم ساعون بجهد على أن يوسع الاتحاد الأوروبي وأيضا الناتو حدوده باتجاه روسيا الاتحادية هم لا يعني ليس لديهم الرغبة بأن تكون روسيا قوية تؤثر على سياسات الأوروبيين في داخل طبعا روسيا سوف لن ولم تنضم إلى الاتحاد الأوروبي لأسباب عديدة روسيا اليوم تتجه إلى أن يكون الحكم بها حكم مركزي ذو قبضة حديدية المعايير في داخل الاتحاد الأوروبي لا تسمح بأي حال من الأحوال قيام شراكة مع هكذا دول الاتحاد الأوروبي خطأ أيضا عندما توجه إلى أوكرانيا توجه غير قاطع يعني هم عرضوا شراكة مع أوكرانيا لكن هذه الشراكة لم تكن مدفوعة بقرار سياسي حاسم نابع من قناعة لدى ساس الأوروبيين بأن أوكرانيا يجب أن نضمها حالها حال بولندا أو حالها حال دول أخرى مثل التشيك والدول الأخرى هناك خطأ آخر اقترفه الأوروبيين وهو عندما ضموا دول مثل بلغاريا والرومانيا كان استعجالا منهم كان عملية دخول هذه الدول لم يتم له التحضير بشكل مدروس كما تم في عام 2004 لذلك نجد هناك النعرات القومية اليوم نرجع إلى المحور الذي تحدثت عن المشككون في أوروبا الكبرى اليوم يتحدثون عن الإخفاقات الاقتصادية وحتى السياسية لدى انضمام هذه الدول إلى الاتحاد الأوروبي فيقولون أنها لم تقم بتقديم كافة المتطلبات الأوروبية كمكافحة الفساد أو مكافحة العجز الاقتصادي الأوروبيين أخطأوا كذلك الروس أخطأوا لكن المهم في هذا الوقت أن الاتحاد الأوروبي استطاع أن يؤسس قاعدة عريضة لهذه الدول كي تبرز قرارها السياسي الذي يقوم على قضية أن يقنع المواطن وليس أن يفرض عليه القرار من فوق كما يحدث في روسيا روسيا معايير الديمقراطية في روسيا قد تكون مختلفة عن الاتحاد الأوروبي وهي مختلفة بالضرورة أكيد أكيد حتما يعني المواطن الأوروبي حتى طريقة وعيه السياسي المواطن الأوروبي وعيه السياسي أعلى بكثير من معي المواطن في روسيا اليوم هذه قضية يجب أن نسلم بها وعودة إلى التأثير الأمريكي الأمريكان يضعون ثقلا سياسيا وعسكريا لدى الدول المحاذية حدودها على روسيا الاتحادية هناك قطعات عسكرية تم نقلها إلى دول البلطيق كل هذا لديه دافع لدينا أن نفكر ما الذي يريده الأمريكان من الأوروبيين تجاه روسيا هل يستطيع الأوروبيون أن يفصلوا قرارهم السياسي بالتعاطي مع روسيا عن القرار السياسي للأمريكان في نفس الموضوع؟ هذا سؤال قد يجيب عليه المستقبل أحمد نعم إذن نحن إذا موضوع مهم وقد أثرته الآن وهو الموقف الأوروبي الموقف السياسي الأوروبي ومدى استقلاليته الأمريكان ضغطوا على الأوروبيين أيضا في ملف تركيا والأمريكان يحاولون جادين لإقناع الأوروبيين وللضغط عليهم بضم تركيا أيضا إلى الاتحاد لكن لم يحدث هذا الأمر حتى الآن هل هناك انتقائية في التعامل مع تركيا؟ أنا لا أستطيع أن أجزم في هذا الموضوع ولكن انطباعي أن الاتحاد الأوروبي هو ناد للمسيحيين هذا القول صدر من سياسيين في دول أوروبية كثيرة ومنها ألمانيا ولكن أيضا فرنسا ولكنه ليس مستندا إلى وقائع حقائق وبيانات ولهذا أتحفظ أن أقول إذا كان الإسلام هو السبب في عدم ضم تركيا ليس الإسلام فقط وإنما حتى الأرتوذكسية يعني الأرتوذكسية أيضا ديانة مسيحية يعني إذا لاحظت حدود الاتحاد الأوروبي تنتهي عند حدود الكاثوليكية أو تنتهي عندما تبدأ حدود الأرتوذكسية يعني ديانة أرتوذكسية عند روسيا المسألة لا تتعلق بالإسلام ولكن الإسلام في الفترة الأخيرة له يعني يطلع بدور محوري في هذا الموضوع لا أستطيع الاستناد إلى حقائق وأقول أن الاتحاد الأوروبي لا يرغب في ضم تركيا لأنها دولة مسلمة البعض يقول أيضا بأن الجوار التركي جوار ملتهب وبالتالي ستصبح الحدود الأوروبية تشرف على أو محادي لسوريا والعراق وإيران وهذه الأمور استراتيجيا غير مرغوبة أوروبية سؤالك يعني يشير إلى هل يوجد اختلاف بين المصالح الأوروبية والمصالح الأمريكية في حركة التوسع نحو الشرق وفي العلاقات مع روسيا هذا سؤالك صح؟ فأنا أقول بالطبع هنا فرق بين المصالح الأوروبية والأمريكية الأمريكان يفكرون أكثر من الأوروبيين بمصطلحات القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين يعني يؤمنون شديد الإيمان بمعنى النفوذ على أراضي ومناطق واحتوال العدو والخرائط يعني التفكير الاستراتيجي العسكري أكثر ملحوزا في التفكير السياسي الأمريكي مما هو الحال في التفكير الأوروبي وما تركيا من ذلك؟ فأنا أقول المصلحة الأمريكية هي تقول بأن الغرب للاتحاد الأوروبي جزء منه لازم أن يتوسع لازم أن يقضم قطعات وقطعات من الإمبراطورية الروسية ويضع حد للتوسع الروسي أو توسع الإسلام أيضا يعني يفكرون لهذه المصالح ولذلك أمريكا تؤيد انضمام تركيا مثلا إلى الاتحاد الأوروبي وأيضا تؤيد انضمام يوكراين إلى الاتحاد الأوروبي وأيضا إلى الحلف الأطلسي ولكن المصلحة الأوروبية تختلف الاتحاد الأوروبي أكثر يرى نفسه كتلة اقتصادية وسياسية ولكن تنظر قبل كل شيء إلى التطور الاجتماعي الاقتصادي داخل دولها يعني أن يكون تساوي وتوازن بين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية داخل الاتحاد الأوروبي ويعني عندما يتوسع الاتحاد أكثر فأكثر إلى تركيا وإلى يوكراين وهو وهو فالحفاظ على هذا التوازن الداخلي يعني يصير أصعب وأصعب يعني فلذلك المصلحة الأوروبية يعني تحدد أين تقع الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ولا تحاول دائما أن تتوسع يعني وهذا الاختلاف بين المصلحة الأمريكية والأوروبية نراه أيضا في أزمة يوكراين لو سمحت ذي أن أعاقب على كلام هو أشار بنقطة مهمة إلى المعايير المشتركة للمجموع الأوروبي يعني هناك ثقافة أريد لها أن تسود في هذه الدول المعايير وثقافة وجملة من القواعد الثقافية والاجتماعية أريد لها أن تسود في هذه الدول كي تظهر إلى العالم ككتلة متجانسة لكن الواقع يقول أن الاتحاد الأوروبي لغاية الآن لم يستطع أن يتخطى الحاجز الثقافي والاختلاف الثقافي الموجود بدول الاتحاد الأوروبي فكيف له أن يضيف تطورا آخر وتحديا آخر وأن يدخل تركيا اليوم في وسط هذا الاختلاف نحن الآن في وسط معادلة لعملية أترسة وعملية توأمة الثقافة الاجتماعية لم نكن نناقش عن مسألة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي لو لا الضغط الأمريكي على أوروبا خلاص الموضوع فقط الضغط الأمريكي على أوروبا يعني يمدد نوعا ما هذا النقاش إلى المستقبل لو لا هذا الضغط كنا نغلق هذا الموضوع من زراني أختلف معا اشتفا في هذا الموضوع الدافع للحوار حول ضم تركيا هو أيضا نابع من داخل الاتحاد الأوروبي فالكثير من الاقتصاديون الأوروبيين يدعمون انضمام تركيا بسبب الفوائد الاقتصادي التي سيجميها الاتحاد الأوروبي على اعتبار تركيا جسرا بين الشرق والغرب وستكون حدود الاتحاد الأوروبي قريبة من مصادر الطاقة تركيا تحقق هذا الدور يعني جسر بين الشرق والغرب حتى بدون الانضمام الاتحاد الأوروبي وأصحاب القرار في أوروبا وعيين عن ذلك أيضا والاقتصاديون الذين يشيرون إلى الثمرات الممكنة مثل هذا الانضمام هم لا يملون السياسة عندهم طبعا تأثير ولكن لا يملون على مسير السياسة أريد قبل أن ينتهي وقت البرنامج التطرق إلى نقطة في هذا السياق سياق المنافع والخسائر دول شمال إفريقيا خسرت كثيرا بفعل توسع الاتحاد الأوروبي في اتجاه الشرق المغرب مثلا نذكر حرب الطماطم مع الاتحاد الأوروبي موريطانيا عانت من حضر على بيع أسماكها إلى الاتحاد الأوروبي البعض يقول بأن هذا بسبب توسع الاتحاد في اتجاه الشرق وتركيز الاستثمارات الأوروبية في دول الشرق المنضمة حديثا هل أثر ذلك على اقتصاد شمال إفريقيا؟ هذا التوسع نحو الشرق؟ هذا التابت يعني الأوروبيون يستطيعون الاستثمار في اتجاه واحدهم لا يستطيعون تشتيت استثماراتهم ولا يستطيعون تشتيت مساعداتهم فإذا أصبحوا منذ عشر سنوات أو أكثر يضخون هذه الأموال في اتجاه الشرق فهذه الأموال ستنقص في الخزائن الأوروبية وهذا واضح نظرا أيضا لأن الاتحاد الأوروبي يعاني من مشكلة مالية كبيرة يعني حتى لو لم يضخ هذه الأموال في الأسواق الشرقية معاناته من هذه الأزمة المالية تدفعه إلى تقليل الاستثمارات في هذه الدول بالطبع توسعه شرقا سيأتي بالتالي على حساب دول كثيرة ومن بينها دول شمال أفريقيا هذا ثابت إذن هل يمكن القول بأن الشراكة المتوسطية مع دول ضفتي البحر الأبيض المتوسط قد عانت أيضا من هذا التوسع في اتجاه شرق والسؤال لك عامر أحمد الشراكة بين ضفتين متوسطة أعتقد بوجهة نظري خاصة إنها شراكة للمجاملة ليس إلا لأن الدول المراد أنها تستفاد من هذه الشراكة هي دول الجنوب شمال أفريقيا هذه الدول لم تستفد بالحقيقة بالواقع الاقتصادي وإن كانت هناك فوائد فلكنها لا تصب أجزاء من المئة في اقتصاديات هذه الدول هذه الدول لم تعتبر لغاية اليوم شريكا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي لم تعتبر شريكا حتى تجاري للاتحاد الأوروبي الشراكة التي في عهد الرئيس الفرنسي الأسبغ سيركوزي كانت واحدة منها لمجاملة هذه الدول والأخرى ليعادة الدور الفرنسي الريادي بين قوسين ويسحب البساط من تحت قدم الدور الألماني الريادي والقياد في الاتحاد الأوروبي ويعيد أمجاد فرنسا بالوجهة النظرية الشخصية لم تقدم الاتحاد الأوروبي أي شيء إلى هذه الدول وهذه الدول عليها أن تعيد تنظيم نفسها لتكون شريكا وفق منظمة معينة شريكا اقتصاديا وسياسيا للاتحاد الأوروبي ده من وقت البرنامج لم يبقى لمشاهدنا الكرام إلى أن أشكر ضيوفي وهم ناصر جبارة الصحفي المتخصص في قضايا أوروبا الشرقية وأشكر أيضا الزميل الصحفي شتيفان بوخن من القناة الألمانية الأولى وأشكرك عامر الموسوي الصحفي والمحلل السياسي المتابع للقضايا الأوروبية والشكر الموصول لكم أيضا المشاهدين على حسن المتابع وإلى اللقاء اشتركوا في القناة